يال اهلا وسهلا بحضراتكم وكل الترحيب بضفن العزيز مولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريم واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر وكنا نتكلم عن الفوائد يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم اولا من لطف الله عز وجل ومن رحمته بامة الاسلام ان جعل العبادات ادلتها نصية اما من القرآن الكريم واما من السنة النبوية واما من القرآن والسنة معا انما فقه المعاملات سبحان الله رؤوس المسائل نصية لكن التفصيلات متروكة لاجتهاد البشر يعني حضرتك مثلا البيع السلام الخيار الرهن الوديعة العارية رأس المسألة او اصل الباب نصي لكن تفصيلاته ليه حتى لان المعاملات تتجدد بتجدد الزمان والبيئات والاماكن طبعا فهنا حضرتك لما هأتي انا لعوائد او بالتعبير المصري في المحاسبة البنوك او المصارف او سندق التوفير في البريد المصري مثلا صحيح حضرتك احنا عندنا باب واسع في الفقه الاسلام اسمه باب المضاربة المضاربة بتبسيط انت تملك مالا ولا تجيد اثثماره فتدفعه سواء لشخص طبيعي بس يكون مأمون ما لم يكنش نصار له بينصبه على الناس بتوظيف الاموال فتدفعه الى شخص طبيعي او الى شخص اعتباري اللي هي المصارف الان هينميه ويستثمره على اتفاق في نسبة مفتوحة هيديك خمسة في المية عشر في المية خمشة في المية وحر وده لما انت قبلت ده اسمه المضاربة وهذا في موطئ الامام مالك رضي الله عنه ارضاه لما سيدنا عمر بن الخطيب رضي الله عنه ارسل ابنيه سيدين عبد الله وعبيد الله الى العراق وبعدين سيدنا ابو موسى الاشعري كان وليانا على العراق فقال والله ما معي ما اتحفكما به ولكن في عندي خراج وزكوات وكذا خدوها للمدينة الامر مؤمنين فتاجر بهذا المال ثم ردوا الاصل لبيت المال وانتفع بالأرباع لان مهمة في سيدنا عمر رفض في البداية الصحابة قالوا يا امير مؤمنين اجعلها مضاربة يعني خلي بيت المال يشاركهم هما تعبوا في الجهد وفي الضمان انه لا يضيع فخليها مضاربة بيت المال له جزء وهم له جزء وانعقد اجماع الصحابة رضي الله عنه ذلك فمن هنا عوائد المصارف وسندئ التوفير في البريد المصري حلال 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 مضاربة قولا واحدا هتقول لي طب ما للبلبلة تعملت هي تعملت من حقبة الستينيات وما بعدها وما بعدها اما حصل بداية تكوين اموال طائفية منسوبة الى الاسلام وانا اللي اخشى في الله لهم تلاقي فلما اراد مثلا ارادت جماعة الاخوان انها تبني كيان اقتصادي والسلفية يقلدوهم في هذا الامر فابتدوا بقى يتحكوا على الناس في حكاية التبرع للمستضعفين في الارض ومش عارف من امر وفين 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 ولموا اموال طائلة ارادوا ان هم يضربوا الاقتصاد الوطني فطلعوا فتاو من بعض الاشياخ الجهلة بالفقه والاقتصاد فابتدوا بقى يقولوا انه ده ريبة وده مش ريبة يا فندم فرق بين الريبة سواء ريبة الفضلة او ريبة النسيئة وفرق ما بينه وبين الايداعات في المصارف يعني البنوك او سندق التوفير في البنك المصري الريبة ان انا بأختارت منك مال امام مال وبأشرط عليك او تشرط علي النسبة على رأس المال نزر التأخير دارت تمام واغالي واستغل الحاجة اجل طبعا ما هو عشان اكل اموال النسبة للباط انما حضرتك الاستثمار طبعا ربنا ذكر لنا رحلة الشتاء والصيف وفي السيرة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في مال السيدة خديجة رجل عنه مضاربة فصار اصلا فانا قلتلك هي العلة وبالذات في سبعينيات القرن الماضي وظهرت شركات توظيف الاموال وطلعت بدعة البنوك الاسلامي انا اتحمل هذا اتباه لك وش حاجة اسمها بنوك اسلامي كل البنوك بتخضع للبنك المركزي كلها بتخضع لنفس ذات القوانين وكلها بتخضع لنفس ذات القوانين بالضبط بس هم من السبعينيات حابوا يراضوا الناس كعاطفية يعمل مسميات قال لك مسميات ويوفط ويجذب اموال انما البنوك كلها واحد ما هو منسوب الى العمل الاسلامي وما ليس منسوب الى العمل غير الاسلام فيش فرق عملت زوبعة دلوقتي لا انا اطالب بالغاء هذه اليوفط والله حتى نحترم عقل الناس وبعدها احترم نظام الدولة دولة مدنية ديمقراطية خلي بالك لا اريد انني اخذ لباس الدين اغلفه في امور اقتصادية او اجتماعية الله اكبر الله اكبر دولة مدنية ديمقراطية ولا اريد ان اخذ لباس الدين واضعه على امور اقتصادية او اجتماعية في حد زي مولانا الله يبارك ربنا يخليك ويبارك لك ويخليك لنا ربنا مولانا ربنا يخليك رب كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة